الحمد لله رب العالمين وبعد الأيام أيام الله تنضي سريعا وتنقضي جميعا الموفق المسدد من وفقه الله لاغتنامها والمغبون الخاسر من فرط فيها ولم ينافس في عمل الخير فيها أكرم الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم بشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن جاءت آيات الصيام في سورة البقرة ولاحظ أيها المسلم أيتها المسلمة أن سورة البقرة لما أن كانت فيها عدة أوامر فيما يتعلق بالشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وحال الناس مع هاتين الشهادتين حال المسلم وحال الكافر وحال المنافق وكذلك في سورة البقرة بيان أحكام الصلاة التي هي الركن الثاني من أركان الإسلام وبيان الركن الثالث إيتاء الزكاة والرابع الصيام صيام رمضان والخامس الحج وكذلك بيان ما يتعلق بالأسرة المسلمة والتعامل مع الزوجة وبيان ما يتعلق في المعاملات أقول لما أن كانت سورة البقرة فيها هذه المجموعة العظيمة من الأوامر والأحكام جاءت آية الكرسي من بين آياتها ارتمس بعض أهل العلم الحكمة في ورود هذه الآية أعني أعظم آية في كتاب الله أنها جاءت في سورة البقرة تنبيها للمسلم أن يعظم الله عز وجل لأنه إذا عظم الله استجاب لأمر الله فلنستشعر هذا الأمر أيها الإخوة دعونا نأخذ الآية الأولى من آيات الصيام قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون من رحمة الله الواسعة أنه بيّن للمؤمنين الحكمة من الصيام وهي تحقيق التقوى وهي أن تعبد الله على نور من الله ترجو ثواب الله وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله يأتي الصيام لتحقيق هذه الخصلة العظيمة وهي التقوى لله عز وجل التي هي الميزان الحقيقي في التفاضل قال الله عز وجل يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم أي أفضلكم عند الله من حقق التقوى قال ابن جرير الطبر رحمه الله في تفسير هذه الآية إن أكرمكم عند الله أتقاكم أي أشدكم اتقاء لله بأداء فرائضه واجتناب معاصيه لا أعظمكم بيتا ولا أكثركم عشيرة قال ابن تيمية رحمه الله وليس في كتاب الله آية واحدة يمدح فيها أحدا بنسبه ولا يذم أحدا بنسبه إنما يمدح بالتقوى والإيمان ويذم بالكفر والفسوق والعصيان لعمرك ما الإنسان إلا بدينه فلا تترك التقوى اتكالا على النسب نعم لا تترك التقوى اتكالا على النسب بل كن من المتقين فإنها الدرب الصحيح الصافي الذي يوصلك إلى رضا رب العالمين أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من عباده المتقين وأن يغفر لنا أجمعين والحمد لله رب العالمين